كيف تفهم هذه الآية من خلال الأحداث التي نشوفها اليوم في العراق؟ صح أنا أحتاج كشخص عانى كل هالمشاكل والظروف أحتاج أحب نفسي بس حتى أحب نفسي لازم أعرف أنه أنا محبوب فمنه البشر محبته إلي متغيرة متقلبة حسب الظروف لكن المحبة التي غير مشروطة المحبة التي هي لا تزيد ولا تنقص المحبة التي هي دائما كاملة هي محبة الله إلي فأنا لو إنسان أعرف قيمتي في المسيح وأعرف أنه أنا محبوبة من الله وأعرف أنه مكانتي أنا في الله فأحب نفسي اللي أحب المسيح وفدى نفسه من أجله فمن أحب نفسي يغمرني الحب فأحب جاري وأحب زوجي وأحب عائلتي وأحب الناس اللي حوالي في مجتمعي بغض النظر عن الدين والطائفة نحن نحكي عن شعب لما تقع القنبلة القنبلة ما تسأل أنت شنو دينك تقع وتقتل لما يجي واحد يحرق هو ما يجي قلت أنت شنو هو يحرق فأنا كإنسان أحتاج أن أحب نفسي وأحب الآخرين من خلال علاقتي مع الله أحب الرب إلهي من كل قلبي من كل فكري من كل نفسي من كل قدرتي وأحب قريبي كنفسي فهذه الآية فعلا لو أنا عندي هذا الحب رح أحب الآخرين حتى إنسان إيجابي بالمستمع مالتي أكون فرحان ما أكون مهموم ما عندي كآبة ما عندي ستريس حتى لو صار عندي مشاكل أعرف إلهي حي الإله الذي انتصر على الموت والقبر والأكفان إله القيامة هو يعيش في داخلي فلما أعرف أنه إلهي حي ويعيش في داخلي شنو من مشكلة رح تواجهني ممكن أكو ناس تقول طبعا أنت بطرانة معيشة ويانا بالخيمة يعني ممكن أحد الأشخاص لكن أنا رد أقول لكم أنا نفسي عشت لاجئة سبع سنوات في بلدي ما وعشت في أبسط البيوت واشتغلت في أبسط الأشغال من أجل بيتي وعائلتي فأنا مادة أحكي وياكم من راحة لكن اللي أنتم ضدقونه هالأيام أنا ضدقتونه اللي مدد سبع سنين موزان أورسان تحقيقen